تساقطت الأمطار في الأيام الماضية بشكل كبير والحمد لله وما زلنا نشهد قل في كميات الأمطار المتوفرة في السدود رح نتعرف على طبعا الوضع المائي في الأردن مع المهندس عطوفة المهندس سعد أبو حمور أمين عام سلطة ودي الأردن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك الله أرطيك صباح الخير صباح النور يعني زي ما قلت في المقدمة تبعة البرنامج أنه يعني ما شاء الله الوضع بالنسبة للأمطار كتير جيد لكن وضعنا المائي شكل الناس في عندهم شكوك حول الوضع ياريت وضحنا يعني زي ما اتفضلت حضرتك يعني الانطبال عند الناس أن الوضع جيد ونتأمل من ربنا أنه يكون الوضع جيد يعني نحن ما زلنا يعني على مرة السنوات الماضية الأمطار بشكل عام صارت تتأخر بالأردن نتيجة تغيير المناخي لذلك يعني لسه الموسم بأوله ونتأمل عند رب العالمين أنه يكون فيه أمطار بالأشهر القادمة يعني لسه في عنا نهاية من هو لنهاية الشهر نهاية المربعينية وفي عنا خمسينية الشتاء كمان نتأمل أنه يكون فيه أمطار وإن شاء الله والعام يعني الشتاء تأخر كمان لحد شهر خمسة كانت تشتي وإن شاء الله نتأمل أنه السنة هي تكون على غير العام وأحسن شوي يعني نتأمل بس لهلأ مش باين الوضع كيف والله هذه يعني هذه تنبؤات جوية العالم عند رب العالمين يعني أنا ما بقدر بس يعني خنقول التنبؤات الجوية العالمية والدول المجاورة بتقول أنه يعني ثمانين بالمئة من معدل طويل العمد راح يكون الهطول المطلل لهذا العام الشتوية 2011-2012 طيب لو حكينا عطفتك عن كمية المياه المخزنة في السدود الكمية اللي غاية هذا التاريخ صباح هذا اليوم يعني 58 مليون متر مكعب في كافة سدود المملكة اللي هي ساعة التخزينين الكلية 325 مليون اللي موجود حاليا عندنا 58 مليون طيب هذا بيبشر بالخير ولا لا؟ يعني لحد الآن الأمور تحت السيطرة الحمد لله يعني ما نتأمل أنه كن فيه شتاء إذا فيه شتاء وفيه تخزين زيادة راح نمر للصيف بسلام إن شاء الله يعني طب شو المشاكل اللي بتواجهكم انتو كسلطة وادي الأردن في عملية تخزين المياه قلة الأمطار نحن بلد نعتمد كليا على مياه الأمطار يعني ما عندنا لأنهر ولا عندنا بحار ولا عندنا يعني حتى ولا عندنا تحليل حد الآن متأمل أنه على مشروع ناقل البحرين بالمستقبل أنه يكون عندنا تحليل يكون هذا مصدر بديل لمياه الشرب وما نظل متوجسين ومتخوفين ومعتمدين بس على مياه الأمطار ومتأمل من رب العالمين أنه البلد هاي ينم عليها بالأمطار يعني إن شاء الله فإحنا بلد كليا معتمد على مياه الأمطار فوين فيه مياه الأمطار ممكن احنا نخزنها تعرفين أنت الأردن تماما أنه هو مصنف من أفقر أربع دول بالعالم لا بالعكس الدول اللي قبلينها هي دول الخليج بس عندهم القدرة وعندهم القدرة الملائي المالية والقدرة وعندهم بحار بيقدروا يحلوا ميز المواطنين بلدانهم بس احنا تحليل عنا مكلفة وبعيدة يعني عنا بس خليج العقبة وإن شاء الله هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو على طويل الأمد اللي هو مشروع ناقل البحرين رايح لمشكلة مياه الشرب بالمستقبل يعني بعد قديش مسر على نور يعني متوقع أنه مشروع ناقل البحرين يعني خلال أربع سنوات يكون على حيز التنفيذ إن شاء الله طب المخزون المائي يا طوفتك يعني فيه أكيد مشاريع مستقبلية غير يعني يردوا بحنا بعض الشغلات اللي يمكن بعض الناس بتسألوا عنها يعني احنا وزارة دائما معيش حالة الطوارئ ترى يعني وزارة المياه والرأي تحديدا كل حالتنا طوارئ لأنه دائما الشتاء مش بدينة أو المصادر المائية معظمها من المياه المطال لذلك هاي بتعتمد على رب العالمين الشغلة الثانية في عنا يعني مصادر مائية مشتركة مع دول الجوار مع الشقيقة السورية مع دولة سريل في إنها حصص مائي موجب اتفاقية وإن شاء الله الثالثة إحنا بزارة المياه والرأي يصل طوارئ لأردن كون المزود الرئيسي للمياه البلكوتر بروفايدر للمياه لكافة الأغراض استخدامها إن كان لمياه الشرب أو لمياه الريء أو لمياه الصناع في غر وادي الأردن إحنا لنال جهدا من إيجاد مصادر مائية جديدة مثل بناء السدود يعني هلأ عنا على خطتنا لعوامل الثلاثة القادمة إنشاء أربع إلى خمس سدود هذه ستساهم في حل مشكلته تتحدث عن سد الوحدة وسد الملكة لا الوحدة سد قائم بحكي سدود جديدة سدود جديدة في مواقع جغرافية فيها احتمالية ومكانية ومتوفرة لتخزين مياه الأمطار في عنا سد وادة بن حمد في عنا سد سيل الكرك في عنا سد زرق معين في عنا تعليد سد الوال هذه كلها ضمن خطتنا بحيث نتوفر مياه إضافية لأغراض الشرب والريء والصناع اتفاقياتنا زي ما حكيت لك يعني أنه مش قاعد تجينا الكميات المزبوطة من خاصة من الجانب السوري لأنه فيه يعني كان فيه تجاوز على اتفاقية من سوريا الشقيقة وإحنا خطبناهم يعني من عام 2010 أنه فيه تجاوز وأنه حصاصنا المائي اللي بتجينا قليلة جدا يعني تصوري عام 2011 اللي دخل علينا على قناة الملك عبد الله من النفق اليرموك 13 مليون ستة بالعشرة علما بأنه يعني الكميات التاريخية لنهر اليرموك بالمئات الملايين إحنا ما أجانا إلى 13 مليون ستة بالعشرة هذول لا يكفل لأي غرض من الأغرض اللي احنا نشتغل علينا بوزارة مية ورأي اتفاقيتنا مع اسرائيل طبعا قاعدين من نأخذ حصتنا كاملة وإحنا قايمين على تشغيلها وفيه لجان مشترك فيه اللجنة السورية الأردنية وفيه اللجنة الأردنية الإسرائيلية طبعا بحكم وظيفتي أنا رئيس اللجانة الثانتين هذول عن الجانب الأردني طيب لو حكينا على موضوع المزروعات الصفية يعني إحنا وضعنا الماء زي عم بتقول مش مبشر بالخير كتير ومن ناحية الأمطار قليلة جدا كيف يعني ليش بتركزوا على المزروعات الصفية وفي حين إحنا وضعنا الماء بزداد سوء أعمال إحنا حقيقة كوزارة أو كسلطة الأردن ما بنركز على زراعة ولا بنحث المزارع أن يزرع زراعات صفية لأنها زراعات غير مجدية اقتصاديا يعني هي بتقتصر على بعض الثلاث أربع زراعات اللي هي مثلا الملوخية والبامية وبعض الزراعات الخفيفة وهذه غير مجدية لأنها أول شي هي مش العروة الرئيسية للمزارع العروة الرئيسية للمزارع اللي هي العروة التشريني اللي احنا فيها هلا هذه اللي بيجيب الدخل الصحيح للمزارع الأردني لكن المزارع أنا طبعا بدي يزرع بالصيب بدي يسلة بدي يبيع يعني يحافظ على دخل محدود شهري بشكل شهري لذلك بضطر إلى اللجوء إلى الزراعات الصيفية يعني العام الماضي منعت الزراعات الصيفية والتزموا حوالي 70% من أخواننا المزارعين بورل أردن بالقرار لكن 30% تجاوزوا على القرار ورغم ذلك يعني احنا أخذنا إجراءات بحقهم منا لهم بما أنه في اتفاق بيننا وبينكوا يعني بنانا على لقاءات متكررة مع المزارعين أخذنا قرار منع الزراعات الصيفية بضوء شح توفر المصادر المائية أو المخزون المائي لكن اللي اتجاوزوا برضو رفعنا عليهم سعر المية خلال فترة الصيف اللي اعطناهم فيه يعني حتى نورجيهم أنه احنا ميتمين بالموضوع وحنا متأمل من أخواننا المزارعين أنهم يراعي الظروف هذه أنه ما عنا مخزون وعنا صارنا عشر سنوات متتالية شبه جفاف فلذلك أخواننا المزارعين متعاونين أنا ما يعني لا أنكر ذلك لأنه من خلال اللقاءات بشعر أنهم متفاهمين للوضع المائي وكثير منهم قاعدوا يمتنعون الزراعة الصيف لكن هناك ناس لا بد أن يقوم بالزراعة يقول لك أنا بدي أضمن دخل لعائلتي حتى خلال أشهر الصيف لأنه لا يكفيني بس أن أعتمد على العروة الشتوية طيب يعني كيف إذن بتقوموا في الحد من النقص المياه هل بتقوموا في برامج توعوية للحد من استهلاك المياه وفي الخزنات يمكن كمان بحاجة لصيانة دائمة هل فيه برامج توعوية يعني هل برامج توعوية بالوزارة بشكل يومي يعني من خلال الإعلام كله المرعي والمسموع والمقروع يعني فيه برنامج يشتغلوا عليه بالوزارة من خلال المساعدة للإعلام وفيه برامج توعي بالمدارس والجوامع والأمة الجوامع عدا عن ذلك فيه نشرات توزع بشكل دوري في عنا ورشات تعقد لكيفية الاستغلال الأمثل للمياه والحفاظ على كل قطرة ماء إن كان فيه لغراض الشرب أو لغراض الري يعني إحنا مثلا نبدأ حكي عن موضوع الري يعني إحنا قادي منحاول نحدم الاعتداد على المصادر المأي منحاول نقنن نرفع مساوية الاستخدام الأمثل للمياه داخل المزرعة يعني في عنا مشاريع بالشمال دعم للمزارع 60% منها من خلال المشروع فرنسي و40% من مزارع بحيث ان بدلوا الشبكة الرية الداخلية مشار ما يكون فيها فاقت يعني لا نقلوا جهدا أنه نتعاون بعدين إحنا إنشأنا جمعيات اسمها جمعيات مستخدمي المياه هي مشاركة قطاع الأهلي بدل ما نجيب قطاع خاص جبنا نفس المزارعين وقلنا لهم شكلوا جمعيات ونحن نعطيكم مقابل الخدمة التي تأخذوها مننا الفلوس للجنة الإدارة وفلوس للموظفين الذين تعينوهم من الجلس صيانة فالجمعيات كانت تجربة ناجحة وبالفعل رفعنا من الطاقة للشبكات بحيث أن المزارعين صاروا يتعاونوا معنا بطل في اعتداء الشبكات رفعنا من سوية الخدمة رفعنا من كل الشغلات وبرضه كانوا يتعاونوا معنا على موضوع الموازن المائي يعني نقول لهم هذا المي لدينا هذه المي اللي بنقدر نعطيكم إياها فتجربة الجمعيات المستخدمة من المياه تجربة كثير ناجحة فعالية شبكات الري تجاوز الثمانية والثمانية بالمئة وهذا رقم مقارنة بالغياسات العامية غمهول وجيد أنا بدي أرجع لنقطة المهمة اللي احنا حبين أنه نسلط الدوء عليها طفتك يعني موضوع تساقط الأمطار والمياه اللي تنتج عن تساقط الأمطار يعني العديد ممكن من الناس اللي عم بتتابعنا بتقول لك طب ليش يعني الأمطار هاي اللي عمالها بتنزل هل مشكلتها الكثافة في الأمطار يعني أنه ما بتتجمعش هاي الأمطار بطريقة أنه تنحط بأماكنها الخاصة حتى تتم توزيعها في فترة الصيف وما سير فيه نقص ستة احنا بسلطة وادي العردن احنا بجوز من أفضل دول العالم من ناحية الملاءة والكفاءة اللي عندنا كيفية تجميع مياه الأمطار اللي تتسال في الأودية اللي ممكن تجميعها يعني احنا مجموعة مياه الأمطار اللي تتسال في المناطق بالأودية اللي ممكن تجميعها في سدود حوالي أربعة بالمئة من نسبة الهطول المطري بشكل عام احنا قاعدين بنجمع ثمانية وثمانين بالمئة منها بس ما فيه ما فيه نقص بالكميات الأمطار نفس الكميات الأمطار ما فيه جريان وفيه تبخر عالي أعرفت كيف فاحنا عندنا سدود تستوعب ثمانية وثمانين بالمئة من كافة الهطول المطري بالأودية اللي ممكن نجمع من خلالها مياه الأمطار لكن للأسف يعني هاي حكمة رب العالمين أن الأردن نتيجة تغيير المناخي يعاني من جفاف كل سنة صارنا عشر سنين يمكن من الفين وثين لحد الآن تقريبا نسبة الهطول المطري متشابه طيب خلينا ننتقل لموضوع استراتيجيتكم في سلطة وادي الأردن شو هي استراتيجيتكم في سلطة وادي الأردن هل في مشاريع مستقبلية؟ يعني حكيت لك أنه عندنا مشاريع مستقبلية وعندنا خطة استثمارية منشتغل عليها أنه إنشاء سدود جديدة حفائر ترابية بكافة مناطق المملكة مثل السدود هاي بحاجة إلى ميزانية خاصة؟ بحاجة إلى ميزانية هاي المشكلة أنت بتعرفي يعني أن موازنة الحكومة الأردنية نتيجة الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي اللي بالعالم كله تعاني من نقص شديد في توفر المادة أو الموازنة المالية يعني نحن نسعى من خلال الحكومة أنه نحصل على قروض مثلا من خلال منظمات دولية أو منظمات عربية لإنشاء هذه السدود أو منح وكذلك كمان نبحث مع الحكومة بشكل مستمر أنه موفرونا جزء بالخزينة للبدء بإنشاء هذا المشاريع طيب فيه مكان دول متطورة عم بتتمشي في مشاريع استمطار صناعي هل فيه فكرة عندكم؟ والله فيه عندنا فكرة احنا بالوزارة مع الحكومة التايلندية إن شاء الله أنه هذه الفكرة خلال هذا العام يمكن نبدأ في تجربتها طبعا راح تكون في مناطق غور الأردن يعني مناطق غريبة من السدود التي فيها تبخر بحيث أن يكون فيه كثافة يعني كثافة تقطير بالجو فوق هذه المناطق تكون بيئة خصبة للاستمطار حيب حلو يعني قانون سلطة وادي الأردن يعني هل بتحس أنه بحاجة لتغيير هذا القانون مثلا حتى لكم؟ يعني تقدروا أنكم تعملوا إبداعات أكتر في هذا المجال؟ يعني هو قانون مش قرآن منزل يعني هو معرض بين فترة وفترة بضوء الظروف بضروء الوضع الاقتصادي بضروف التغيرات التي تحدث في وادي الأردن أن هذا القانون يطور للأفضل لخدمة قطاع المجارعين والوزارة بنفس الوقت لذلك هذا القانون تعدل أكثر من مرة وأحنا بدأنا كمان من العام الماضي على تعديل ومتأمل خلال هذه السنة أن ننتهي من التعديل إما فيه مصلحة الخدمة تطوير الخدمة ومصلحة المواطن التي تستفيد من خدماتنا أحب أن أركز برضو كمان على فكرة أنه يعني المشاكل التي يمكن أن تواجهكم أنتم في وادي السلطة الأردن غير التساقط الأمطار يعني مثلا تجاوب الآخرين زي دول الجوار كما ذكرت أمور أخرى يمكن أن تواجهكم أو يمكن أن تواجهكم أو يمكن أن تواجهكم حتى أنكم تقدروا تأمنوا المياه للمواطن يعني خلينا نحكي على الصعيد الداخلي على صعيد متلقي الخدمة اللي هم قطاع المزارعين يعني ما زال الأنماط الزراعية عندنا تقليدية ومستهلكة عالية للمياه يعني تستهلك كمية مياه كبير متأمل يعني من خلال الوزارات الأخرى المعنية أنها تشجع على أنماط زراعية أقل استهلاكاً للمياه وهذا كمان إحنا من حيث المزارعين عليه في لقاءاتنا في ورش العمل اللي بنعملها يعني كمان رفع فعالية استخدام شبكة المياه والتقليم الفاقد برضو نحن نشتغل عليه في السلطة وندعم فيه كمان قطاع المزارعين أنهم برضو يرفعوا من فعالية شبكة المياه اللي هي داخل المزرعة ونخفف من الفاقد اللي يجوه إلى طرق ري حديثة هذا طبعا إحنا وصلنا فيه مرحلة كويسة والمزارعين وصلوا فيه مراحل متقدمة جدا منحاول قدر الإمكان حد من الاستعمالات غير المشروع والاعتداء على مصادر المياه هذه بتوجهنا بالشكل الكبير بظل الموضوع للاتفاقيات زي ما حكيت لحضرتك أنه نحن بنعاني من الاتفاقية السورية كونه في ظلم واقع على أردن نتيجة استخدامات يعني منع تدفق المياه باتجاه اليرموك نتيجة مخالف الاتفاقي اللي أبرمت سنة السبعة وثمانين أنه في إنشاء سدود إضافية وهذه مخالف الاتفاقي في الأراضي السورية حفر أضعاف الرقم المتفق عليه كلها أدت إلى ضعف تدفق مياه اليرموك ضعف حصتنا من المياه القادمة من النهر يوم يعني العام 2011 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011 دخل علينا 13-16 مليون متر مكام وهذا الرقم لا يساوي شيء بضوء الاحتياجات الكبيرة الموجودة صحيح نحن كمان بنهاية هذا اللقاء لازم نشير على أن الكادر أو المهندسين القائمين على طبعا المياه وأمور المياه أكيد يعني كادر كتير مهم ويمكن كمان أنتم في عندكم مشكلة أنه في منهم بيطلع على الخارج حتى أنه يكمل شغل برا لكن بالفعل الموجودين الآن حاليا هم كادر يعني الكل بيشهد لهم بأنهم أشخاص مؤهلين بشكل كتير جيد ونحن نشكر حضورك معنا عطوفة المهندس سعد أبو حمور من عام سلطة وادي الأردن شكرا جزيلا إليك والله توضيحات الأدم تمي شكرا لقناة رؤية على استضافتي متأمل أني أوضحت ووصلت رسالة لكافة المجتمعين الله يعطيك العاف يعطيك ألف عافية شكرا لإليك مكملين معاكم أكيد فقرات دنيا يا دنيا خليكم معنا بعض الفاصل ماذ غير المحطة شكرا للمشاهدة